اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمشاركتك في هذا البرنامج بشوف انه طول الوقت في الحلقات بشوف انه هو برنامج على قد ما هو حلقة نقاشية تعليمية مهمة جدا لانه محتاجين طول الوقت في الوقت الحالي لتصويب مسارات كثيرة مشيت فيها الكنيسة ورجال الكنيسة سواء كانت هزيه بقى المسارات ايجابية او عكس ذلك لكن في فرصة كويسة عندنا ان احنا نطرح ما لدينا ونبدأ نناقش حضرتك وتشرح لنا وتوضح لنا وتصويب لنا اه الكثير انه منتظرين ما هو افضل اه طول الوقت من حضرتك حلقة النهاردة جاية تحت عنوان طبيعة الكنيسة يعني العنوان يبدو انه هو في مضمونه غايب لكن اه هو داخل في الصميم فهم اه دور الكنيسة الان شكلها وتكوينها وطبيعتها مؤكد انه الكنيسة راحت لي مفهوم مختلف في العهد الجديد مختلف عن ما كان عليه الكنيسة في العهد القديم لكن اه تلاحظ نافة الانباء انه اه في اه في حالة موجودة بتاخد الكنيسة للخلف للخلف مش للعهد الجديد اللي كان واخد الكنيسة والشعب للامام والمرحلة مغيرة ومختلفة ده مؤكد يعني ساب اصاره اه الكتيرة جدا نقول احنا بنشوفها اه في الطرح اللهوتي اه اللي موجود والافكار امكن كمان لما جت الصورة صورة الكنيسة في اه على قديم مارت اللوسر وكالفن جت مجموعة اه افكار واطرحات جديدة اه في المفاهيم اه جنب بقى ما هو كان حادث اه عملت حالة اه جوه الكنيسة خلينا احنا اه نبدأ في فهم الكنيسة وطبيعتها من منظور العهد الجديد علشان اه اللي هتقدمه حضرتك احنا اه هنعرف و هنمشي ونشوف انه مغاير لما اه هو كان مطروحا في العهد القديم اتفضل يا فتل اب هو دكتور طبعا كلمة كنيس وكنيسة هي كلمة واحدة او اشتقاقا من من فكرة او اصل واحد ومعناها الجماعة و ومن ثم ف اطلق كلمة الكنيسة على المكان الذي نعبد فيه هو يعني من قبيل اطلق اسم الجماعة على المكان ولكن الكنيسة ليست هي المبنى ولا هي الادارة اللي بتقود الجماعة المسيحية ولكن الكنيسة هي الجماعة المسيحية و يعني جنابك ذهبت الى المقارنة مع الكنيسة او الكنيس اليهودي الكنيس اليهودي هو ايضا الجماعة اليهودية اجتماع الجماعة اليهودية وهو مختلف طبعا عن العبادة التي كانت تتم في الهيكة من جهة الشكل يعني لو قارنت اجتماع الكنيس اليهودي بالكثير من الكنائس البروتستانطية فحتلق التشبه قريب جدا لماذا لانه هنا يرنمون ترانيم مسيحية هناك يرنمون المزامير هنا يقرؤون فصول من العهد القديم واحيانا بعض الفصول من الجديد هناك يقرؤون فصول العهد القديم و يعني هناك تشبه كبير اجتماع للعبادة والتسبيح ولكن الفرق الجوهري بين الجماعة المسيحية والجماعة اليهودية يكمن في هذه العبارات اللي قالها انجيل يحن اصحح سبعة وفي اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع وناد قائلا ان عاطش احد فليقبل الي ويشرب من امن بي كما يقول الكتاب تجري من بطنه او من جوفه او من داخله انهار ما حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعين ان يقبلوا لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد ومن ثم فالكلام عن الروح القدس ان الروح القدس لم يكن قد اعطي لأحد بعد وجميع الاشارات في العهد الاديم عن عمل الروح القدس هي حل عليه روح الرب لكن الروح لم يعطى لأحد قبل ان يقوم المسيح من الاموات فالكنيس اليهودي بتجتمع فيه جماعة اليهودية يسبحون ويقرؤون من الكتاب المقدس ولكن الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد طبعا انا بتكلم طبقا للإيمان المسيحي الكنيسة المسيحية المفروض وطبعا بقى تحفظ بكلمة المفروض عشان فيه احتمال كبير قوي انه تكون الجماعة المسيحية يعني لم تنال الروح القدس او عيش في وادي تاني بعيدة عن الروح القدس لكن احنا مش نتكلم على السلبية نتكلم على كلام العهد الجديد فبما ان الروح القدس حي فيها وحال في هذه الجماعة وفي هؤلاء الافراد فان الروح القدس يصنع رباط الوحدة والمحبة اللي بروح الله وهذا الرباط الذي يصنعه الروح القدس بالوحدة والمحبة هو الذي يجعل منهم جسد متحد هو في النهاية جسد المسيح صورة الافرادة والمحبة صورة الاصلاح نافة الانبة قدمت لنا تعريفات لعدد من او مسميات لعدد من الكنيس زي مفهوم الكنيسة المنظورة والكنيسة الغير منظورة منظورة عايزين حضرتك تفكك لنا المفاهيم دي وتشرح لنا ماذا كان يقصد من الكنيسة المنظورة والكنيسة الغير منظورة عفوا يا دكتور انا اعرف ان هذا التعبير صاغته الكنيسة الكاثوليكية ولا اعرف ولم يصادفني او قرأت ماذا قال لوثر بهذا الشأن ولكن ارجو انه يكون هذا التعبير قد تمت معالجته في المجمع الفاتيكاني التاني ولكن نعود الى التعبير التعبير بيقول ان في الكنيسة غير المنظورة وهي رأسها المسيح وفي الكنيسة المنظورة اللي هي الناس الطبيعيين اللي احياء في الجسد هؤلاء هم الكنيسة المنظورة وهذه الكنيسة المنظورة رأسها البابا ومن ثم فإحنا عندنا رأسين الكنيسة طبقا لهذا التعليم المسيحي هو رأس للكنيسة غير المنظورة ولكن البابا هو رأس للكنيسة المنظورة اللي بتمثل البشر الأحياء في الجسد الطبيعي الكلام ده غير متسق طبعا مع تعليم الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية التي أنتمي إليها التي تؤمن بأن المسيح له جسد واحد هو الكنيسة سواء أكان هذا الجسد موجود في السماء أو موجود على الأرض موجود أمس أو موجود اليوم أو موجود قد هو أمس واليوم وإلى الأبد وهو في السماء وعلى الأرض هو جسد واحد بيضم أعضاؤه جميعنا أفراد الشركة والوحدة مع المسيح وهذا الجسد رأسه المسيح طيب ودوري أنا كرئيس أسقفة أو دور البابا أو 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 أي أسقف دوري إيه بالنسبة للجسد أنا مدير إدارة معين ولست رأس للجسد فأنا مدير إدارة لإدارة صغيرة اللي هي حدود أبروشيتي التي أرعاه لكن البابا روما مدير إدارة لأبروشية ضخمة هي الكنيسة الكاثوليكية بأبعدها لكن في النهاية الأسقف هو مدير إدارة وليس رأس لجسد المسيح الذي يرأسه المسيح فقط والمسيح وحده الخلفية اللاهوتية حضرتك اللي راحوا ليها في التقسيم ده كان إيه الخلفية اللاهوتية رايحة ل أصور الضعف اللي أنا متأسف في التعفير يعني مضطرة أقول يعني اللي فيها غابة حضور المسيح وحل محله حضور الإنسان اللي هو مدير الإدارة اللي بيشتغل عند المسيح اللي هو الأسقف أو البابا أو الآخر والصورة دي مش بس بتنطبع الكنيسة الكاثوليكية لا دي بتنطبع على كنايس أخرى أرثودوكسية برضو اسمها أرثودوكسية وغير أرثودوكسية وبروتستانتية وكل شيء هناك كنايس كثيرة ما للناس سابت الكنيسة هنا في أمريكا بالملايين مش بالمئات مش بالألاف ليه لأنه هم يرون الإنسان هو الذي يتصدر الصورة ولكن هم لا يرون شخص المسيح الرأس ولا يتعاملون مع حضوره بأي شكل من أشكال طيب وقدموا كمان كنيستين تانيا كنيسة مجاهدة وكنيسة منتصرة والكنيسة المجاهدة اللي هي موجودة الكنيسة اللي موجودة دي كنيسة مجاهدة والكنيسة المنتصرة دي دي مش موجودة دي فوق هي برضو امتداد لفكرة المنظورة وغير المنظورة ونرجع احنا برضو نقول انه مفروض انه الكنيسة الكاثوريكية كما الكنيسة الارثولوكسية بتؤمن بدور للقديسين والملائكة في جهاد الكنيسة التي يسمونها المنظورة فنرجع تاني ونقول هي الكنيسة واحدة سواء اكونت ننظرها باعيوننا او نراها بقلوبنا والجميع يشاركون الاخرين في هذا الجهد طيب عايز اروح مع حضرتك للعلاقة بين الكنيسة والدولة طبعا كانت العلاقة القديمة التداخل فيها واضح وكبير جدا ويمكن كمان كانت الدولة هي الكنيسة والكنيسة هي الدولة في مراحل تاريخية لكن مع التطور الازمان بقى في النظم السياسية الحديثة اختلفت العلاقة ما بين الكنيسة والدولة الحديثة هل حضرتك بتشوف انه بقى اصبح من من غير الصواب انه يحصل تداخل ما بين الدولة والكنيسة وانه يعني هذا التداخل اصمر عن يعني اشياء كثيرة في عشنا هذا الحدث يعني وما كانش بالشيء الكويس الحقيقة عايزين نفهم ونعرف العلاقة تبقى ازاي ما بين الدولة والكنيسة او الكنيسة والدولة خصوصا اذا كانت دولة مدنية حديثة او كانت دولة علمانية ما هياش دولة دينية طبعا بداية تبقى للانجيل وكلام المسيح له المجل العلاقة بين الكنيسة والدولة هي اعطوا ما لقيصر دقيصر وما لله لله الحديث كان على الجزية ولكن العبارة الخالدة تمتد على كل اشكال العلاقة بين الجماعة المسيحية وبين الدولة ايا كانوا هذه الدولة الحقبة التالية في التاريخ هي تدخل الدولة في الكنيسة على يد الامبراطور قسطنطيني الكبير وهذا ما جلب على الكنيسة يعني اضرار كثيرة جدا وان كان هو يعني خلى الكنيسة لها عبها وشك وهو اللي لبسنا الهدوم الجميلة المزركشة اللي بنلبسها في الصلاة دي هدوم الاباطرة وكلام من ده يعني هذا اضر بالكنيسة اضرار بالغة وليس ادل على هذا اكثر من انه ال الاسقف الاسكندرية اللي هو قديس السناسس الرسولي عاش اغلب ايام حبريته يعني هاربا وغير مستقر على كرسيه بسبب طبعا الصراع مع الهراطقة وتدخل الاباطرة الى اخر الكلام بالمقارنة مع موقف قديس اسناسيوس اللي تسبب تدخل الاباطرة في الكنيسة انه عاش عمره كله هاربا من كرسيه عندنا القديس باسيليوس الكبير اللي هو وضع قداس البسيل وباسيليوس عاصر جزء من حياة اسناسيوس ولكن اساس طبعا انتقل وهو كمل بعدك باسيليوس قيل عنه في التاريخ انه اسقف رجل دولة بامتياز القديس باسيليوس عاش في حقبة كان فيها الامبراطور غير مسيح و يعني بداية على الكنيس او هنالك يعني ظروف صعبة واجهتها الكنيس لماذا ميز القديس باسيليوس بانه رجل دولة بامتياز لانه لم يتورط ولا مرة واحدة في تحدي او نقد الامبراطور هذا او ذاك بل بالعكس نجح في انه يعمل صياغات من التوائم والسلام بين كنيسته وبين السلطة الحاكمة و يعني فضل انه يكون في في صمت في مواجهة الامور التي يريد ان يعبر عن اصلاحها لغاية ما اتته الفرصة برحيل الامبراطور انه يعبر ويقول فهو لم يكن شخصا تصادميا ولم يلجأ الى الصدام مع الصد انا بحب بالنموذج ده بقراه عائل ورصين ومنجز لانه لم يفرد في شيء من حق الكنيسة او ما كلف به وفي الوقت نفسه لم يدخل فيه مصادمات اه اه كانت حتى قدي به الى نتائج مضرة له والشعب ومش هتعمل انجاز عليه الفائدة يعني و يعني هذا هو النموذج التالي نموذج التالت بقى هو لما العثمانيين حكموا مصرنا عملوا نظام الباشا ملة وكلمة الباشا ملة عشان الشباب اللي بيسمعون ليست هي الباشا ملة بتاعة المكرونة لأ الباشا ملة اي رئيس الملة فكان كل ملة لها رئيس وهو بقى المسؤول عن الملة بكل شيء ومن هنا جات الفكرة البغيضة اللي اللي احنا بنرسها حتى يومنا في مصر اللي هي ايه اللي هي الدولة عايزة تتكلم مع اللقبات تروح تتكلم مع الباشا ملة النعاردة الدين اتطورت والناس بقى فيها شخصيات عامة ومفكرين ورجال اعمال وبيقولوا يا اخواننا انتوا رايحين للباشا ملة ليه ما تدون فرصة هذا مش فيه نواب للشعب الى اخر فهذا اختزل المسيحيين في مصر في الباطريارك في الباشا ملة وطبعا استثني من هذا فترة ال وجود الانجليز في مصر وكان فيه حياة نيابية والمسيحيين خدوا فرصتهم وهكذا لكن ده التاريخ الحاجة السلبية التانية اللي انا يعني اراها من مخازي التاريخ المتزال موروسة من العصر العثماني انه يعني من الذي مسؤول عن متابعة ومتابعة الكنيسة ومتابعة الكنيسة الاجهزة الامنية كما لو كانت المسيحيين قطاع من قطاعات قطاع الطرق والجواسيس او المجرمين او اي شيء المسؤول عن متابعتنا هي الاجهزة الامنية هذه بقايا الغطرصة الدينية العثمانية التي ما تزال بالاسف الشديد بتشوه الوجه الحضاري لبلدنا فدي التلات صور هي العلاقة بين الكنيسة والدولة اللي مرنا التاريخ مر به يتبقى بقى انه مفروض ان نقول بقى ايه الصورة العصرية او الصورة فخلينا ناخد مثال بقى للصورة العصرية ب امريكا التي اعيش فيها هنا في امريكا انت حر في ان تقدم مجتنداتك التي تؤهلك لان تقيم كريسة طبعا مثال حر دي مش فوضى لا حر دي بتثبت انت درست لاهد فين ومين الاسقفة الذين تنتمي اليهم او يدعمونك وايه الطيفة التي تنتمي اليها وكل هذا مش حر يعني فوضى زي ما البعض يتخيل لا كل هذا تسأل فيه ويبقى لك هوية يبقى احنا عرفنا ان انت عملت مؤسسة غير قابلة للربح هدفها ايه هدفها تبقى كنيسة كنيسة دي كاتوليك ولا ارثوديكس ولا برستانت ايه نوع الطيفة اللي تنتمي اليها في التلاتة دول وايه الطيفة الجزء المحلي وايه وهكذا و وبنثم انا بحصل على الختم الختم اللي بتعمله جهة قانونية و من ثم الدولة الدولة هنا هي الولاية مش الدولة هنا هي الحكومة الامريكية فالولاية الان انا صرت مسجلا فيها وصرت مسجلا في المحكمة انني ارعى كنيسة اسمها كنيسة القديس اساناسيوس و حينما يحدث عقد قرام وانا اتممه استعمل هذا الخدم فهذه اول نقطة علاقة بيني وبين الولاية في من خلال المحكمة انها معترفة بي لتتميم الزواج اللي هي اللي بتعقده مش انا اللي بتعقده انا بس اتمم الصلوات و اختم نعم انا تممت الصلوات تممت قرانهم هم تزوجوا امامي واد الخدم حاجة التانية النقطة التانية في العلاقة هي ان انا بقدم سنويا ما نسميه اقرار الزم المالية طبعا بقدم اقرار الزم المالية بتاعي الشخصي ده موضوع لكن انا هم نتكلم عالكنيسة لازم اقدم اقرار الزم المالية بتاع الكنيسة انا انا صرفت كثير صرفت الليل هذا ما دي اراداتي وهذا ما ترألي اه بس في حدود القانون يعني في حدود القانون يعني في واحد هنا في امريكا امريكادي الراجل ده عمل الس الكريسة وادم اقرار الزم المالية عمل دخل مليون جنيه قصة حقيقية بارقام حقيقية المليون جنيه هو خد نص مليون راتب سنوي له وال النص التاني النص مليون التاني دفعه راتب لزوجته يعني هما دخلوا مليون جنيه وهو زوجته اخدوا المليون جنيه راتب ل خلال تلك السنة طبعا نص مليون جنيه راتب في السنة مش حاجة كبيرة او بالنسبة للدخول العالية اللي هنا لا يعني الطبيب ممكن يعملهم ببساطة يعني او المحامي مثلا مش صعبين يعني لكن المشكلة هنا ان ده كل دخل المؤسسة بتاعتك كريسة بتاعتك وانت اخدتوا كله فالنتيجة انهم اطعولوا لغولوا الترخيص بتاع الكريسة انا بقول الكلام ده لي يا دكتور بقول الكلام ده على انه هناك رقابة بس مش رقابة قمعية ولا رقابة غاشمة هي رقابة منطبطة في حدود القانون والمسألة لها قواعد وليه لغتله للترخيص عشان لازم يبقى فيه سبب ويقدر يستأنف ضدك فين في المحكمة وطبعا هيروح بمحكمة هيخسر القضية ليه لان هو خد كل الفلوس بغير وجه حق فما تسألني بقى السؤال محدد عن ما اتصوره انا كأسقف مسيحي بكلم بقى عن مصر بلدي عن العلاقة بين الدولة والكليسة فهقول الحكتين يا دكتور واحد ان يكون هناك رقابة مدنية على الكنيسة مش او تابع مثل متابعة المجرمين والخارجين على القانون بوسط رجال الشرطة وانا وانا طلبت وناديت وقلت كل البلاد المتحضرة في الدنيا اللي ما عندهاش النظام الامريكي اللي هو مكتب في الولاية بيرعى شؤون الكنيس او كل الجهات الدينية مش الكنيس بس كل النام بروفت ارجانيزيشن ف يبيب عنده كل بلد متحضرة عندها ما اسمه وزارة للأديان هذه الوزارة الأديان هي اللي بتتابع شؤون الكنيس بمعنى دلوقتي اي فوضى واي شكل من اللا نظام انه ال وزير الداخلية يتفق مع البطرك على ايقاف قانون الزواج اللي مجلس النواب عمله سنة التمارية وتلاتين لان البطرك عنده رأي مختلف ايه دا دولة ولا فوضى ولا كنيسة ولا اي كلات ما هذا ادي ادي نموز ايه البطرك رأيه ان محدش يطلق الا لعلة الزنا طب احنا موافقين لعلة الزنا بس الزنا بتعريف الانجيل لا ده هو بيقولك لا لا طلق لعلة زنا والزنا بتعريف الشريعة الاسلامية ما هذا حاجة التانية دلوقتي انا كأسقف طبقا لخوانين الكنيسة الارثولكسية لابد ان يأتي الي عشر داخل الكنائس وانا بطبق هذا الكلام والبطريارك بيطبق هذا الكلام وغيره كلنا نطبق هذا الكلام ايوة العشر اللي فيجي دا دا قمت قد ايه وانا يعني اذا كان العشر اللي فيجي دا قمته عشر تلاف جنيه فيدوب العشر تلاف جنيه يصرف على اسقف مثلا حياة بسيطة ماشي لكن لو كان العشر اللي بيجي دا ميت مليون جنيه وانا بخدهم اصرفهم على نفسي لا دا فوضى بقى فاذا اه لابد ان يكون هناك رقابة مدنية وان تتابع وفقا للقانون مش وفقا لأي توجهات سياسية او دينية او غير ذلك وفقا لقواعد قانونية بتتابع المال العام بتاع الناس وبتتابع الحقوق الناس يعني دلوقتي لما انا ابقى اسكو في الجريسة واطلع في مزاجي النعز للأسيس اللي ساب شغله وجه بقى بيشتغل معايا هو انا هو مش عاجبني الله يا سيد بتعزله ليه وحش وحش يبقى فيه مجلس تحقيق وفيه دعوة ويدافع عن نفسه ويثبت انه وحش وتثبت انه وحش ويستحق العزل وفي لوقت نفسه الست اللي بتتطلق بيتفعلها نفقة طب هو وحش واشتغل معاك فترة هت هت هتطلقه طب ما تتفعله نفقة لانه هو وراء مصاريفه واسرة فلما يبقى المسائل تصل بها الفوضى لانه طلع في دماغ الاسقف انه هذا الشخص مش عاجبه يروح اصدر حكم يوقف مرتبه ويطرده من الخدمة من غير قضية ومن غير محكمة ومن غير استقناف ومن غير نفقة دي فوضى ما بعدها فوضى لا تليق بكنيسة المسيح ولا بدولة لانه دلوقتي انا موجود في دولة وانا بديك الولاء يا دولة عشان تحميني وعشان ترعيني ما انا انا مواطن واعطي ولاقي لدولتي عشان تحميني مش عشان تسيبيني لذا يستبد بيا وذا يتحكم في حقياتي الشخصية والعامة بدون وجه حق وبدون استقناف شكرا نيافة الانبى الحقيقة يعني الامر مهم اوي لانه الكنيسة كمؤسسة اصبح لها ادوار مهمة جدا داخل الدولة وايضا لابد ان تتغير وتتطور العلاقة بين الدولة والكنيسة لما هو افضل نيافة الانبى خلينا نخرج لفاصل صغير ونرجع مع اسئلة المشاهدين نواصل ونواصل اهلا بكم مرة تانية وفقد مشاهدين ومتابعين الاعزاء على مواقع التواصل الاجتماعي نفة الانبى اول سؤال جاي من عند نون هه نون من التجرام بيقول او بتقول بابا اتوفى وانا حزين جدا لانه اه رغم انه طلب الرب يسوع لكن كان اه بيصلي ويقول يا رب انا غير مستعد الان للموت افكر انا الان اه ببرود اتجاه خلاصي اه بما ان ابي لا اعرف مصيره رغم ان بابا عندما كان يقع في مشكلة كان يتوب ويطلب الرب كثيرا وصلي للرب لاجل اجابة على اسئلتي صليت كتير قبل وفاته لاجل خلاص نفسه وهو كان فاهم يعني ايه خلاص لكن لم لم تكن له شركة حقيقية بالرب يسوع خضر نفس الاب اولا احب اقولك يعني الباقي في حياتك و ربنا يعزيك وهذا مصير الارض كلها اه جميع الناس يسيرون هذا الطريق و ابوك سافر امبارح ادر على يا بكرة واللي بعده واللي بعدي وهكذا هذا طريق الارض كلها فلا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم زي ما الرسول بولوس بيوصيه بس انت عندك اشكالية انك انه كان بيصلي وقول يا رب انا مش مستعد دلوقتي وبما انه كان بيصلي كنت تتوقع انه ربنا يستجيب و ما يموتش فيه هنا شوية حقائق مهم ما عايز اشرح حالك اولا الصلاة ليست معناها ان اقول اي شيء اريده وربنا ملتزم انه يستجيب لا ده مش تعريف الصلاة في الانجيل او في المسيحية تعريف الصلاة في المسيحية ان ان تكون الصلاة متسقة مع الانجيل ومع مشيئة الله حتى تحصل على الاستجابة لان الانجيل بيكشف لنا مشيئة الله طيب وليه ما تكونش مشيئة الله انه ما يموتش اصل ليس الله هو الذي يميت طبعا التفكير الشعبي اللي الناس كلها متبرمجة عليه انه الموت ربنا اللي بيموت وربنا اللي بيحي لا ربنا بيحي ومش بيموت الموت حادثة نتيجة المرض نتيجة انحلال الجسد الى اخره طيب انا وماله فيه ربنا بيعمل معجزات اه بس انت مش ما وصلتش الى الرتبة بتاعة الصلاة اللي بتعمل المعجزات حاجة التانية انه اه هو كان بيقول له يا رب انا مش عايز امود دلوقتي بس الانجيل ما قالش كده الانجيل قال ان كونوا ساهرين لانكم لا تعرفون في اي تساعة يأتي ربكم فالحاجة الاخيرة بقى انت سلتل ولماذا لا تتوقع ان تكون الصلاة اللي انت سلتها اشتجيبت ولماذا لا تنتظر مراحم الرب ففي الاخر ما تزعلش وسلم يعني خلاص نفس ابيك للمسيح وانتظر مراحم الرب وما اكتر هذه المراحم في سؤال جاي من او سؤالين كمان يعني جاي من صديقنا محمد هاني بيقول المسيح عيسى كان يأكل الطعام ويشرب ويغيط ويطعب وينام وعندكم يضرب ويصلب ويموت عن اي اله تتحدثون السؤال التاني برضو لي بيقول وبرضو يعني تبع السؤال الاولاني ربنا ليس فيه صفة من صفات النقص له الكمال ولا ينقصه شيء ولا يحتاج لشيء لان الاحتياج في حد ذاته نقص وضعف وهو متفرد بالعزة والملك والالوهية له ووحده صاحب الكمال لا يحتاج لشيء ابدا كامل لا يحتاج لابن لان الابن احتياج فالواحد بيعوز ابن علشان سند علشان عاطفة علشان يحميه وربنا مش محتاج حاجة من حد لا يحتاج لشيء عزيز فلن يكون له ابن لان الابن احتياج وضعف وزل والله ليس فيه اي صفة من صفات النقص فضل يا فتلا هو اولا هل كان المسيح انسانا مثلي يجوع ويعتش ويتعب وكل هذه الاشياء اللي جاء من ومن الذي انكر ان المسيح كان انسانا كاملا مثلنا في كل شيء ما عاد الخطيئة والضعف البشر يعني لانه كان كامل طبعا حتى لو انت مش متفق على دين انت حر بس انا بقول يعني فهو كان انسان كامل طبعا فيش خلاف على هذا المشكلة اللي عندك هي انك فاهم انه انه الاب السماوي الله الكل القدرة اتخذ من الانسان يسوع ابنا لا حبيب مسيحية بتقولش كده واللي قال لك كده ضحك عليك خدعك لعل هو في سبب في نفسه يهم هو نفسه مش متعلم المسيحية وبيقول اي كلام يهم ما في سبب في نفسه عشان يقول اللي بيقوله لان نحن لا نقول بهذا اذا مش بتقوله ابن الله من عايز اشرح وانا اشرحت قبل كده بس ممكن ما تكون ش سمعت من هو ابن الله بتقوله عن معنى على يسوع المسيح انه ابن الله طيب انا عايز اشرح لك من تقول المسيحية عن ابن الله المسيحية تؤمن ان الله نور نور لا تدركه الابصار نور يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء نور خالق نور سابق على الزمان والمكان وما دام الله نورا فلا بد ان يكون للنور شعاع مولود منه حتى يعلنه فاذا كان النور لا شعاع له ما يبقاش نور خلاص هذا الشعاع اللي مولود من النور الاصل هو ما الايمان المسيحي بيسميه ابن النور اي ابن الله فاحنا بنتكلم عن نور جوهري واحد ولكن هذا النور منبعث منه قوة الضياء ومولود منه شعاع النور هذا في الايمان المسيحي حقيقة الله قبل خل العذراء ماريا وقبل خل جداك كبير آدم وقبل خل الاكوان ده الله هو في حد ذاته نور له شعاع مولود منه هو ده نور من نور ابن النور ده طبيعة الله ولكن لما الملاك بشر العذراء بشرها بماذا بشرها بانه كلمة الله الاذلي النور شعاع النور اللي خارج منه سا يحل فيه احشائها فيهبها غلاما ذكي فاذا النور الاذلي اللي ملقوش اول والاخر الذي يملأ الكنج شعاع النور الاذلي ظهر في جسد المسيح طبعا من هنا حيبتدي الاختلاف بين اللهوت المسيحي والاسلام لانه يمكن الاسلام ما عندهوش فكرة ان النور تجسد او ظهر في الجسد ما جراش حك كل ديانة عندها معتقدات ده العقيدة المسيحية بس انا بجوبك على فكرة انه ليس ان الاب السماوي اتخذ من الانسان يسوع وابن الله مش كده ابن الله هو النور نفسه فلما حل فيه هذا الجسد بالتجسد يعني من ساعة الملك بشر العزراء اعطى نفس صفته للجسد الانساني اللي زي جسدنا اللي هو يسوع المسيح فارجو ان اكون قد شرحت واجبت على سؤال لما كانتش الاجابة وصلت اسألت لي صدقنا الهبطي بوشعيب من الفيسبوك بيقول عليك ان تكون صادقا وصريحا وعادلا حتى ترشدني ماذا اصدق الاصدق ما جاء في انجيل يوحن الذي يقول ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا ام اصدق ما جاء في انجيل يوحن ايضا اجاب يسوع وقال لهم وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق لاني اعلم من اين اتيت والى اين اذهب اما انتم فلا تعلمون من اين اأتي ولا الى اين اذهب وبيسأل صدقنا الهبطي بوشعيب بيقول لماذا هذا التناقض الذي جاء في انجيل يوحن هل هذا التناقض وحي من الرب ولماذا قام الرب بهذا التناقض هل نسى الرب ما كتبه فيه الاصحاح من انجيل يوحن خمسة خمسة وحي من حين يكتب هذا التناقض في نفس انجيل يوحن تمانية اربعتشر اربعتشر تمانية فضل نقف تلقم هو معذرة يعني يا بوشعيب هذا التناقض موجود في ذهنك انت علشان انت بتقرأ ليس بطريقة فير مش عارف اقولها ازاي فير يعني ف لان او لانك تستمع الى اشخاص يريدون ان يخلقوا تناقض دلوقتي انت بتتكلم عن كتاب واحد هو انجيل يوحن وليس كتابين مختلفين ايو يا سيدي معه كتاب الواحد بيكمل الفكرة على بعضها ف دلوقتي انا لما نقولها بالعامية المصرية لو جيت تقول لي انت بتشهد لنفسك وشهدتك بما انك بتشهد لنفسك شهدتك مش صح هقولك لا انا انا الاب السماوي معايا وبيشهد اقرأ اقرأ الكلام اقرأ النص اقرأ من ترجمات اخرى عشان متأسف يعني تفهمه وتفهم التقديم والتأخير في الكلام اما اذا كنت انت عايز توصل لنتيجة ان الكلام متناقض فالمشكلة عندك انت وديك وصلت للي انت عايزه وفي الوقت نفسه انا برضو شرحت حقيقة الكلام انه الكلام يكامل بعض وفي شرح الفكرة انه كتاب واحد بيشرح فكرة واحدة انت عارف طبعا القصة التاريخية لذلك الرجل اللي امتنع عن الصلاة وقال لهم لماذا لا تصلي قال لهم النص بيقول لا تقرب الصلاة طب ما تكمل النص لا تقرب الصلاة ده نص الكلام وأنتم سكار ده نص الكلام لا هو مش عايز صلي فقال لك النص بيقول لا تقرب الصلاة ونس وأنتم سكارا انت عملت زي الطب في الاصل اخدت نص الكلام اللي فيه نفس الانجيل وطرت بيه وقلت ده متناقض مع بيت الكلام لا هو مش متناقض هو بيكمل بعضه بيقول فكرة واحدة آخر سؤال نيافة الانبا معانا من صديقنا ياسر صدق بيقول قصة الجنة والسقوط رمزية ازاي ليست الجنة هي اللي رمزية طبعا ادم لما تخلق كان في جنة في مكان فيه خضرة وفاكهة مفيش كلام مكانش في الصحرة في الشمس القيز ولكن القصة رمزية ازاي انه القصة بتقول في سفر التكوين في التوراة ان الحية جاءت وتكلمت مع حواء وقالت لها هل ربنا قالوكم ما تكلوش وحواء ردت عليها طيب دلوقتي بالعقل كده يا مؤمن كيف تكلمت الحية وهل الحية عندها عقل حتى تتكلم وكيف تكلمت وادارت حوار مع حواء وكيف ردت عليها حواء طبعا ماه ده بقى اللي خلينا نقول انه هذا الحوار رمزي بيعبر عن فكرة روحية اللي هي ان الشيطان هو الحية وان الشيطان هو الذي وسوس لحواء لكن القصة ما بتقولش ان الشيطان وسوس لحواء القصة بتقول ان الحية هي اللي اتكلمت معها حواء يبقى لازم نفهم انه حوار الحية مع حواء وهكذا يعني الكلام كلام رمزي لانه خارج اطار الحقيقة والمعقول ان التعبان اتكلموا او الحية اتكلمت والمرأة اجابت عليها شكرا نيافة الانباء كل الشكرة والتحية والتقدير ل نيافة الانباء الحقيقة وعلى سعة الصدر في الرد على الاسئلة واحنا ايضا منتظرين المزيد من اسئلة حضراتكم ومشاركتكم ده شيء مهم جدا في نهاية هذه الحلقة نيافة الانباء لا يسعني غير تقديم موفور الشكر والتحية لحضرتك شكرك الشكر لجنابك ولكل متابعين دكتور شكرا شكرا ايضا اعزائي المشاهدين والمتابعين لنا في كل مكان على حسن المطبعة ملتقي ملتقي بكم في الاسبوع القادم وحلقة جديدة في برنامجنا حياة المسيح اشتركوا في القناة